طائرة نقل عسكرية من نوع ايركيل سي 130 تابعة للقوات الجوية الجزارية كانت قادمة من تامنراس باتجاه مطار قسنطينة مرورا بورغلا هذا في حدود منتصف نهار اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2014 حينما كانت تحلق فوق جبل فرطاس قرب دوار العقلة 18 كم شرق مدينة عينمليلا بولاية أم البواقي الطائرة كانت تقل 78 راكبا منهم أربعة من طاقم الطائرة في 77 منهم ونجى شخص واحد نقل إلى المستشفى العسكري لقسنطينة ويرجح أن تعود أسباب هذا الحادث إلى ظروف الجوية الصعبة جدا والبرق وتساقط الثلوج في المنطقة حسب بيان لوزارة الدفاع الوطنية وعلى إثر هذا الحادث الأليم تم تفعيل مخطط البحث والإنقاذ كما أسرعت إحداث الإنقاذ التابعة للجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية أسرعت إلى عين المكان لتقديم الإسعافات الأولية وتم تشكيل لجنة تحقيق وإفادها إلى المنطقة قصد تحديد الأسباب التي كانت وراء هذا السقوط وإثر هذا المصاب الجلال بعث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بعث برقية تعزي إلى نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وكافة عائلات الضحايا هذا نصها تلقيت ببالغ الأس والألم النبأ المفزع بتحطم طائرة عسكرية تقل على متنها عددا من أفراد جيشنا الوطني الشعبي رفقة أسرهم في رحلة عادية بولاية أم البواقي وإنه ليوم حزين يضيف رئيس الجمهورية فجع فيه الشعب الجزائري بفقد ثلة من خيرة أبنائه وهم يحلمون بالعودة إلى ديارهم يحدهم الأمل بلقاء أهلهم وذويهم حيث ينعمون بالأمن والاستقرار غير عالمين بما يخبئه لهم القدر الذي شاء أن تنتهي بهم رحلتهم في منتصف الطريق ويسيرهم في رحلة أخرى لا عودة منها ولا مأهب إنها إرادة الله التي شملت رحمته العالمين نسأله أن يتغمدهم برحمته وأن ينزلهم منزل صدق مع الشهداء والصدقين في جنات النعيم وحسنا أولئك رفيقة وإذنا تقاسم جميعا الأسى والألم نعرب لأسر الضحايا ولذويهم وللجيش الوطني الشعبي يردف السيد الرئيس عن تعازينا الحارة ومواساتنا الخالصة دعينا الله جل وعلا أن ينزل في قلوبنا صبرا جميل ويعوضنا فيهم خيرا كثيرا وأن يوفي لنا على الصبر أجرا عظيمة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقد اعتدنا على الأجواء التي تخرقها بعض الأوساط قبيل كل استحقاقات لكن هذه المرة وصل التكالب إلى حد لم يصله بلدنا منذ الاستقلال فكانت محاولة المساس بوحدة الجيش الوطني الشعبي والتعرض لما من شأنه أن يهز الاستقرار في البلاد وعصمتها لدى الأمم لا يحق لأحد مهما تعالت المسؤوليات يؤكد رئيس الجمهورية أن يعرض الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الدستورية الأخرى إلى البلبلة إن الجنود الذين سقطوا اليوم إثر تحطم الطائرة العسكرية هم شهداء الواجب لذا نعلن حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الأربعاء الثاني عشر فبراير الفين واربعة عشر وسيكون يوم الجمعة يوم ترحم بإذن الله على أرواحهم الطاهرة عبر سائر الطراب الوطني وفي جميع مساجد الجمهورية وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون صدق الله العظيم هذا هو تنقل الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لمعينة الحادث كما أن عملية البحث والإنقاذ متواصلة حسب ما أكده بيان لوزارة الدفاع الوطني الوزير الأول عبد مالك سلالو على إثر حادث تحطم الطائرة الأليمة الذي ألم بالجزائريين وأودى بحياة عدد كبير من المواطنين يتقدموا بتعازيه الخالص إلى عائلاته الضحايا معربا عن تعاطفه ومواساته داعيا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون كما أورا